أهلا بكم مجددا ورحب ضيفي هنا في الأستوديو مشاهدين الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور سعود المطير أهلا بك إذا كان الجميع سيستثمر فكيف يمكن تحقيق الربح؟ هذا سؤال طرح اليوم في إحدى جلسات منتدى أو مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار كيف يمكن لرواد الأعمال النجاح في ظل احتدام المنافسة سواء في الداخل السعودي أو عالميا؟ بسم الله ورحمد الله وصلاة والسلام على رسول الله أسعد الله مساءك وكل خير طبعا أولا وجود رواد الأعمال هذا بحد ذاته يعتبر مكسب للاقتصاد السعودي كلما وجد عندنا رواد أعمال سيكون عندنا ابتكار سيكون عندنا أعمال متنوعة ومتعددة لأن رواد الأعمال يخلقون مشاريع من لا شيء وبالتالي يستطيعون أن يوظفوا ليس فقط أنفسهم بل يوظفوا معهم الكثير فيكون عندنا منشآت صغيرة أو متناهية الصغر يكون فيها عدد من موظفين لا شك هذا سينعكس إيجابة على الاقتصاد السعودي كيف تتحقق الأرباح كيف ممكن طبعا أولا كل منتج لا يمكن إنتاجه سواء من سلعة أو من خدمة إلا بوجود طلب هذا الطلب قد يكون طلب محلي أو طلب خارجي فبالتالي رواد الأعمال لن يقوموا فعلا في عملية يعني وجود مشروع إلا أو قيام مشروع بواسطتهم إلا بالتأكد من أن الطلب فعلا موجود على منتجاتهم فإذا الطلب ممكن أنه يتكون من الطلب المحلي أو من الطلب الخارجي والطلب أيضا متنامي ليس يعني يزيد وينمو ويمكن يحقق يعني إذا استشرفت المستقبل المستقبل دائما رواد الأعمال كلهم نظرة جيدة حول المستقبل من يفشل هو الذي لا ينظر للمستقبل أما لفعلا عينها على المستقبل بكل تأكيد مشروعه سوف يحقق النجاح الاقتصادين اقتصاد واسع سوقنا سوق كبير جدا الشركات العظمى الآن تخطب أسواقنا وتفتح الآن لها مكاتب داخل المملكة العربية السعودية لماذا؟ ليس حبا في المملكة وإنما لأن هناك طلب متنامي ومتزايد تعتبر أكبر طلب في الشرق الأوسط عندنا حصيلتنا وتأثيرنا على الاقتصاد العالمي في الواردات لا يمكن إنكاره طيب قلت أفكار رائدة تكون لهذه المؤسسات أو الرواد الأعمال ويجب أن تلبي طلب لدى المجتمع لكن هنا في السعودية هناك انتقاد بأن أكثر المشروعات تقليد لمشروعات أخرى وبالتالي أنت شخصيا هل ترى أن هناك أفكار رائدة قد تدعم مستقبل الاقتصاد أو تحقق رؤية السعودية وما تطمح إليه مستقبل طبعا الكفاءة الاقتصادية تقول ماذا؟ البقاء للأفضل هناك نعم اللي ما يؤسس نفسه على أسس الاقتصادية ودراسة جدوى واضحة المعالم أكيد أنه سيفشل لا بد أن يدرس السوق يدرس طلب السوق يدرس المنافسين يدرس الموقع يدرس التكاليف كل هذه الأمور لا بد يقضها في الاعتبار قد نعم نتعرض لبعض الرواد الأعمال يكون شوي مستعجل ومندفع وبالتالي يخسر ويخرج من السوق ممكن هذا لكن في النهاية سيكون هناك رواد أعمال ما يدخلون السوق إلا فعلا بعد دراسة واعية وبعد استشراف للمستقبل ومعرفة تامة أين تكمن الفرص من هنا سيكون بكل تأكيد أي دخول كبير وعشوائي سيكون فيه خروج كبير لكن في النهاية سيبقى من يستطيع أنه ينافس ويستطيع أنه يستفيد من قدراته وخبراته ويستطيع أنه يبيع سواء في السوق المحلي أو السوق الخارج طيب مع نقل شركات عالمية لمقر إلى داخل السعودية والبدء بتمفيذ مشروعات هناك شركات مقاولات هناك شركات تقنية هناك شركات استشارية ما قدرت الاقتصاد السعودي أو الشركات الموجودة سعوديا على المنافسة وما فرصها لتطوير قدراتها مستقبل أولا الشركات هذه بعضها ستأتي قد لا يوجد منافسة قوية داخل الاقتصاد السعودي وبالتالي الشركات هذه سينعكس آثارها إيجابة على الاقتصاد المع هي ستستفيد بكل تأكيد ستلبي الطلب في المملكة العربية السعودية وستلبي الطلب في الشرق الأوسط لكن نحن سنستفيد من خلال المحتوى المحلي نحن نعرف الآن الواردات لا يجب أن يكون فيها محتوى محلي سعودي وطني وهذا سينبثق عن تدريب وتأهيل المواطني السعوديين وسينبثق عنه جذب تقنية وابتكارات نستفيد منها هذا اللي يسمى الاستثمار المباشر نحن في المملكة العربية السعودية عندنا استثمار عالمي أو استثمار خارجي يربو على الاثنين تريليون فيه منه تسعمائة مليار أو يجد قليلا هذا استثمار مباشر والاستثمار المباشر هو الذي نطمح إليه كثيرا لأنه يخلق فرص عمل يدرب يجلب معه تقنية تنعكس فعلا إيجابياته كبيرة جدا أما الاستثمار غير المباشر مثل الاستثمار المحفظة الاستثمار في سوق الأسهم السعودي في الصكوك في السلدات هذا مهم لكن أهميته لا يمكن مقارنةها بالاستثمار فإذن هذه الشركات الآن عندنا حوالي 44 شركة عالمية دخلت أو ستدخل في المملكة العربية السعودية ستؤسس لها مكان ستوظف يتوقع أن يصل توظيفها إلى حوالي 30 ألف سعودي يتوقع أن تساهم بحوالي 67 مليار ريال هذا فقط الأثر المباشر ما بالك بالأثر الغير مباشر بخلاف العكس على جودة المشروعات سواصل معك نعم سواصل معك ولكن خلال مبادرة مستقبل الاستثمار مشاهدين أكد الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورس أن المملكة الثانية أكبر دولة لطلب السيارات الكهربائية أنا هنا لأتحدث عن المستقبل مستقبل السيارات الكهربائية وسامحني لك أنني متحيز بعض الشيء لكن أعتقد أن هذا هو الأمر هذا مستقبل السيارة الكهربائية العملية الإنتاج وأن تكون متاحة للعملاء من هذا الأسبوع حرفيا سوف أعود إلى كاريفونيا وأتيت من كاريفونيا لأتحدث عليكم لتقديم أول سيارة لنا وأنا متحمس لتوفيرها هنا لعملائنا في المملكة لأن المملكة هي ثاني أكبر سوق لنا فيما تعلق بالطلب المسبق لذلك أتينا إلى هنا وسوف تأتي هذه السيارات إليكم قريبا وأمل أنه أتيحت لكم الفرصة لإلقاء نظرة على اللوسي دي هذه السيارة حيث أنها ألهمتها رمال الصحراء الموجودة وهي موجودة أمامكم من كنت شاهدتها في الريتس كالتون أوضح علي الإخبارية كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر أحمد درويش أن المشروع سيستقبل زوار نهاية 2022 والنفتتاح المرحلة الأولى بالكامل سيكون بنهاية العام 2023 نتابع الحمد لله المشروع قاعد يأخذ خطوات مهمة جدا وبناء على الجدول الزمني المعلن بنهاية العام 2022 سيتم الانتهاء من ثلاث منتجة سيتم استقبال أول الزوار في نهاية العام القادم بنهاية عام 2023 سيتم افتتاح المرحلة الأولى بشكل كامل 16 منتجة سيتم تواجد المطار اللي ذكرته وهناك تسارع في الخطأ من ناحية البنية التحتية بالنسبة للمطار ولله الحمد وتجهيزه اللي يكون جاهز للمرحلة عند الانتهاء من المرحلة الأولى طيب الدكتور سعود أعود معك للنقاش عالميا هناك تتجيل لمبادرات هناك مشروعات اقتصادية هناك البحث عن الاستثمارات لكن فعليا بعض هذه الدول وبعض هذه المبادرات لم يبدأ العمل فيها هل تعتقد بأنه لها فرصة في التقدم أم أنه الوضع الاقتصادي أو التطورات الاقتصادية قد تلقي بظلالها من جديد وتعيد ترتيب الأولويات وقد تختفي كثير من هذه المبادرات التي أعلنها طبعا لا شك أن كل الدول في العالم تستقطب أو ترغب في الاستثمار الأجنبي والمملكة العربية السعودية أحد دول مجموعة العشرين كذلك يعني أحد ركائز الرؤية عشرين ثلاثين هو استقطاب المستثمر الأجنبي لأنك عندك أمام مشاريع ضخمة جدا مشاريع عالمية فيها من الابتكارات وفيها الثورة الصناعية الرابعة يمكن لم يشهدوا العالم من قبل فلا شك مجال الاستقطاب المستثمر الأجنبي أمر أساسي ولهذا لبشرنا بالخير كثيرا أن الربع الثاني في قفزة كبيرة جدا في الاستثمار الأجنبي تجاوزت الخمسين مليار فقط في الربع الثاني لم نشهدها من قبل هذه الآن الاستثمارات لماذا؟ لأن الرؤية عشرين ثلاثين تطرح من الفرص الكثير يعني فرص واعدة للمستثمر الأجنبي وجد فعلا منظلته في مجالات متعددة في الصحة في التعليم في الصناعة كما ذكرتم أيضا المملكة العربية السعودية مقدمة على الاهتمام بشكل كبير جدا بالطاقة النظيفة وسيارات الكهربائية أحد القنوات لتحقيق هذا الهدف الهدف يعني خلال عشرين ثلاثين حوالي ثلاثين بالمئة من السيارات في الرياض تكون سيارات كهربائية ففيه هناك نقلة كبيرة جدا وحراك على مستوى الرؤية رؤية برامج متعددة ومبادرة كثيرة جدا فهناك مجالات واسعة للمستثمر الأجنبي يعني أنت ما تبقى الآن تستقبل المستثمر الأجنبي لأجل قطاع معين واحد فقط لا في قطاعات عديدة جدا اليوم في الجلسات تعفوا للمقطع كان هناك جلسات مخصصة للاستثمار في الأزياء وكم تؤثر هذه الصناعة عالميا السينما وغيرها من الصناعات بالتالي هل تعتقد بأنه أجاب المنتدى على تساؤلات مستثمرين محليين ربما عن أين سنستثمر وفي أي قطاع أنا أتوقع أن الرؤية عشرين ثلاثين وضعت صورة واضحة سواء للمستثمر المحلي أو للمستثمر الأجنبي شوف برامج الرؤية شوف المبادرات أين تتوجه هذا استشراف المستقبل من يستشراف المستقبل سوف يحقق مكاسب كبيرة جدا ومن سيبقى يعني طريقة الآن النمو الاقتصادي والتنمية الآن المستدامة التي نطمح إليها الآن اختلفت عن ما كان في السابق فيجب على فعلا شريء القطاع الخاص وهو بدأ يعني كثير من القطاع الخاص بدأ فعلا في المبادرات وبدأ يستثمر لأن كما تفضلت قبل قليل مشروع البحر الأحمر الضخم كم استثمر فيه كم شارك في الشريء القطاع الخاص ونيوم كذلك والقدية وأمالها فيه مشاريع ضخمة جدا وفيه فرص متاحة لمستثمر الأجنبي إذا فعلا اغتنى من الفرصة سوف يحقق مكاسب كبيرة و عندك الآن نظام شريك أيضا أو بنامج شريك عندنا حوالي 12 مليار ريال سوف عفوا 12 مليار ريال سوف تستثمر عندما أطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هذه 12 مليار ريال كيف ستنقل المملكة العربية السعودية نقلة كبيرة جدا هذا استثمارات غير الانفاق الحكومي وغير الانفاق القاص الاستهلاكي لا 12 مليار ريال سيساهم فيها المستثمر الأجنبي سيساهم فيها برنامج شريك الشركات الأخرى لم تندلج ضعوم لبرنامج شريك كذلك الصندوق الاستثمارات العامة فهذه بكل تأكيد سوف يعني تحول الاقتصاد السعودي بعد في 20-30 مختلف تماما عما هو عليه له تحدثت عن استشراف المستقبل بالتالي ما أهمية التركيز على بينها جيل قادم من القادة للشركات المحلية وأغلبها شركات عائلية أيضا حسنت ولهذا عندنا برنامج تنمية القدرات البشرية الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس يعني أصلا كل الرؤية تهدف إلى ماذا تهدف إلى تحويل الاستثمار من اقتصادية الحقول أقصد هنا الحقول النفطية إلى الاستثمار في العنصر البشري إذا حققنا استثمار في العنصر البشري صار عندنا تعليم على مستوى عالي وتدريب وسيكون عندنا مبتكرين وسيكون عندنا مختلعين وسيكون الاقتصاد فعلا قائم على الابتكار والابداع سيكون عندنا جيل فعلا يستطيع أنه يواصل مسيرة النمو والتنمية القطاع النفطي يفترض أنه يساعدنا في تحقيق هدف الرؤية 20-30 لكن الأصل أنه يكون تأثير على الاقتصاد يضعه إذا كان هناك تأثير كبير الآن يمكن أن يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 40% كان في السابق يساهم بأكثر من ذلك بكثير الآن بدأ تنخفض تأثيره نريد أن ينخفض إلى حدود 25% لأن القطاع الخاص سينمو وسيأخذ حيث كبير جدا وأتصور نعم أن النقطة الأساسية والجوهر الأساسي هو مدى نجاحك في الاستثمار في العصر البشري أنا أشكرك دكتور سعود المطيري الأكاديمي والمستشار الاقتصادي شكرا لحضورك ووقتك معنا